تشهد محافظة قنة تعاشا ملحوظا في صناعة النول إحدى أقدم الحرف اليدوية في مصر القديمة وقد استخدم المصريون القدماء النول الفرعوني لصناعة الزي المنسوب من الكتان والقطن وتوارسة الألبناء والأجيال فيما بعد في قرية الخطارة هذه الحرفة العريقة الفركة الفرعونية أشهر المهن اليدوية في محافظة قنة يعتبر أن نول الفرعوني أولى آلات النسيجة التي عرفها المصري القديم لصناعة الزي المنسوب من الكتان والقطن الأمر الذي توارثه أبناء قرية الخطارة في محافظة قنة والتي تشتهر بصناعة الفركة النقادية منت النسيج دي يعني أنا حبيتي من بعد ثالثة ابتداي يعني وصلت لمرحلة التعليم الأساسية لحد ثالثة ابتداي وبعد كده كان فيه ناس شغالين نول جار منيني فمجيتها عقود عنديهم عشان يتعلم النول وتعلمت النول واشتغلت وبعد كده برضو الضرماني كنا نشتغل حاجز مع الضرماني كنت تصدر لوم الضرمان في السودان وكنت يجيب للبلد عملة صعبة فكان مرات صناعة قويسة ومرات صناعية يعني مش قويسة هذه الصناعة أو الحرفة القديمة بدأت في الانتشار مجددا فلا يخلو منزل من منازل القرية إلا ويوجد به نول لصناعة الفركة القادية المميزة يعد العمل على النول اليدوي في الفركة القادية بمثابة حركة رياضية للعاملين عليه فاليدين والقدمين والعينين كل منها تعمل في وظيفة مستقلة عن الأخرى لكنها متناغمة تمر تلك الصناعة بعدة مراحل منها صبغة الخيوط وتلوينها ثم تركيبها على النول الخشبي ثم انتاج الشال والمفروشات اليدوية سواء كانت الملونة المرسومة أو السادة على حسب طلب المستهلكين المهنة ديت ما كنتش عارفها ولا حاجة الأول اتدربت عليها والحمد لله بقيت انتج منيها ترحب كده يعني يعني باجي الصوب حاجة الساعة تسعة والمساعة عشر يعني ابنين ما اخلص خدمة البيت بقاجي عاجي اطلع لشال اتنين يعني تابع يعني كل اليوم برزقه أبن عين جدي يعني الحاجات دي والواحد طلع لقي عبوه وقاله وشغالين فيه كيف أتعلمها أنا ما زي وراسة هذه يشير الحرفيون إلى أن المهنة مدونة في متحف اللوفر في فرنسا بينما كانت تعتبر السودان أكبر مستور للشال النقدي والذي يتم تصديره للخارج عن طريق المصدرين ويقبل أيضا على شراء السياح القادمين إلى مصر